أدنت مصر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في امتداد سافر جديد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكم القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنائي عن استهداف المنشآت المدنية وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تعتبر أن قصف مقر هام لدولة عربية شقيقة يطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة أمار قطاع غزة يثنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبرير تحت أي دريع أو مبررات مغلوطة هذا وأعربت مصر عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاطلاع بمسؤوليتها إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة فضلا عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها شكرا